السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل المتابعين الأوفياء من داخل وخارج أرض الوطن نتمنى أخوتي أنكم تكونوا بخير وعلى خير إخواني أخوتي كيف ما شفتم معنا الندوة الصحفية ديال الفنانة المغربية سعيدة شرف وفصحت الليسان ديالها في صرد المعلومات وتصحيح المغالطات اللي خرجت بهم المتهمة دونيا باطمة إخواني أخوتي الندوة الصحفية اللي كانوا كيحاولوا بكل جود اللي اعطاهم الله بعض الصحفيين اللي صفتاتهم المغنية باش أنهم يشوشوا عن الندوة الصحفية وينو تصدعوا ينضروينا لدرجة أن الصحفة في الأول ديال الندوة الصحفية ندو كيضربوا مع بعضياتهم نط مشادات بين الصحفيين لدرجة أن الفنز اللي مغرقين روايد المغنية شبهوا الندوة الصحفية بالسوق السوق اللي داروه را داروه الصحفة مع بعضياتهم لأن كل صحفي بغي نقل الندوة والتصريحات ديال الفنانة سعيدة شرف بشكل اللي هو مزيان يعني بكل وضوح ويكون صوت مسموع عنده في الكاميرا دياله يعني هدو هما أسباب المشادات بين الصحفيين لدرجة بعض الصحفيين كانوا كيطلبوا من سعيدة شرف على أن تخرج ملا صالح تيتقاددوا الصحفة وعديك ساعة ودخل لأنه وصل الوقت باش أن سعيدة شرف تدخل في الموضوع وتصحح المغالطات اللي اعطاتهم المغنية دون يا باطمة في الليف ديالها إيه لان عدتوا هدو الندوة بالسوق فرا السوق داروا الصحفة ماشي دارتوا الفنانة سعيدة شرف باش نوضحوا هدو النقطة إخواني أخواتي لأنه بزاف هجموا وكيقول لك أنه الندوة الصحفية دير بحال السوق إيه لكان شي صوق ولا كان شي غوات ولا كان شي مشادات رابين الصحفيين وهذا أمر عادي ركنشوفوهم في دول عالمية منيك تكون شي ندوة صحفية ولا شي مشهور بغي يعطي شي شي تصريح فرا كتكون مشادات بين الصحفيين عادي جدا احنا خاصنا نشوفوه أشنو دلت به الفنانة سعيدة شرف أشنو المغالطات اللي صحتهم الفنانة سعيدة شرف أشنو الكلام اللي دلت به سعيدة شرف والطريقة دير أنها متبتة وعار فراسة شنو كتقول تبارك الله عليها منخافوش يا يا سعيدة شرف إنسانة متقفة وعيا صحفية عباد الله سباق الميدان عار فراسة شنو اللي لها وشنو اللي لها سيدة تكلمت بدلائيل وبإتباتات ما شاء الله عليها دلائيل وإتباتات أو صححات المغالطات اللي روجتهم المتهمة دون يا باطمة اللي هي متهمة وتحكمت على خلفية حساب حمزة مون بيبي واللي كيف ما قال سعيدة شرف كانوا عندها ستاديا للتهم تسقطوا ليها ثلاثة وبقوا ليها ثلاثة وهدو هم اللي تحكمت على قبلهم كيف ما قلتوا عود كان قول عطينا النوع ديال القضية اللي تحكمتي بياتي اللي كانت تقولي أنا تشهد فيها بشهادة الزور وكي جاتك سعيدة شرفية خرجت ووضحت جميع المغالطات اللي عطيتيهم من خلال الليف ديالك طلعت أمام ترين قومي ستاديا الصحفة لدرجة أنه الصحفة ولو مع بعضياتهم بكثرة مكتارين نادوك يتضربوا مع بعضياتهم كل واحد بغي يكون هو القدال باش أنه يتنقل عنده الصوت والصورة بشكل جيد ماشي سعيدة شرف اللي دير السوق سعيدة شرف أعطات الكلام اللي خاصة تعطيه بدلائل وبإتباتات على أن الفرقة الوطنية تبتات من خلال تحريات ومن خلال الخبرة على الهواتف اللي لقات كونفيرساسيون بين المغنية دونيا باطمة اللي اليوم متهمة بشهادة القانون ولقاوا عندها في التليفون ديالها كونفيرساسيون بينها وبين حسابها مزمون ببيت شرقناه وعودناه وغنقولوه وغنعودوه حتى السيدات هالسويكا ودخول البنيقة إخواني أخواتي عندها كونفيرساسيون كيتعطاوا معلومات على سعيدة شرف على الراشل ديال سعيدة شرف ها فين كيسكون ها فين خدام شنو النوع ديال الخدمة دياله ساكن في بيت مع الجيران يعني والكلام الخاسر والفاسد في الفنانة سعيدة شرف وفي الزوجة ديالها ففي الغالب في الغالب كانت كتتكلم في هاد الكونفيرساسيون مع السيمو بالباشير اللي كيعيش في الميريكان إخواني أخواتي كانت كتتكلم معه لأنهم مكاملين كان عندهم القيم السري كيتعطاوا مع بضياتهم ها بحادة بغا تبغي في شي غارات يبتي سنبات ما مثالين هرا عندها الكود كتحلو من عندها كتحلو كتشو فيه شكون ما بغيت الكود عاوتيني كينا عند عيشة عيش كتحلو تايا من البلاصة فين عيشة وكتشو فيه شكون ما بغيت ها ولا تطرحت عليها شي فكرة مع رأسها وهي داخلة للحساب هشنو كتدير خاصة وهلا بده تصيفط لواحد الشخص من العصابة كاملة تواصل معه وتقولي هشبال لك فلانة وفرتلانة هشنو هشنو وفصني وهشنو كاين وهشنو كاين كل مرة كيدخل واحد لدك الحساب كلهم عندهم المود باس ديال داك الحساب وكيتواصلوا مع بعضياتهم اللي كان عنده الغارات في داك النهار انه يشوه واحد الفنانة وليشوه واحد الاعلامية وليشوه واحد المشهورة واحد المشهورة ها غا كيدخل داك الحساب يبغي ادي الواجب دياله ويقدي الغارات دياله لتطرحت عليه شي فكرة كيمشيل عند الحساب فلانا مثلا دون ياباط مايمشيل عندها ويقل لها شنو وصلني هوجنو أنا غنحطوا غندير وكيناقشوا الموضوع بيناتهم من هذا الحساب هادي شي فاشية ما تقولك أنا تواصل معي الحساب وأنا فنانا فنانا عادي تواصل معي الحساب عادي تواصل معك الحساب يبارك لك عادي اللي نقوله عادي عادي الحساب يتواصل معك إيلي يبارك لك ولا يدير لك laiك على شي حاجة درتى أنتي ولي تعجب بشي حاجة حطيتي انتي ماشي الدخلي معاه في دوسي مقيح على حد القول ديالك انتي وتكلمي معاه في دوسي مقيح وتكلمي في أسرار فنانك كده كدهاش وتكلمي على الزوج ديال سعيدة شرف وتحطوا أسرار ديال الراجل اللي خيخلتها سعيدة شرف ما هو يوتيبر ما هو مشهور ما هو فنان ما هو ممتيل ما هو مصرحي ما هو اتشي حاجة السيد بعيد كل البعد على السوشيل ميديا ما عندكمش الحق انكم جيبوا الصور دياله شخصية ما كيناش في مواقع التواصل الاجتماعي لليفاص ديال هاد المغنية يقول لك الزوج ديال سعيدة شرف تصاورو را مشتين في السوشيل ميديا الى تصاورو مشتين في السوشيل ميديا ماشي نفس التصاور اللي شو هو بيو واش كتفهمو راه جابوا ليه تصويرا دياله خاصة وهدا هو اللي اسميته التشهير انك تمشي تقلم على ذاك الشخص وتجيب ليه تصويرا اللي ما كيناش في مواقع التواصل الاجتماعي وتحطها هدا هو التشهير كتحط صور ديال ناس بدون الموافقة ديالهم ماشي جبتي تصويرا من حساب وحطها هو اصلا وش تيانتي وعودتي حطيتها ها قلت لك كان تواصل مع الحسابات انا فنانة وكيجي تواصل معايا الحساب كيتواصل معاك الحساب واش هذا هو التواصل تواصل انك كدرتي جرب كتناقش انتي وياه جريمة تواصل معاك باش كتناقش انتي وياه جريمة جريمة اعباد لانكم تشووا السيد جريمة اليكترونية سعيدة شرف تكلمات بالمنطقة وحطت الحجج والبراهين والاتباتات والدلائيل واللي بغي يكون مع الظالم شغله هداك لان اغلب الداعمين هم النقافات والناس اللي مخلصين اما الحق رهبين معامل سعيدة شرف اعطتنا الحجج وعطتنا البراهين عكس المغنية دونيا باطمة المتهمة اللي قدمت لنا غير دموع التماسيح من خلال الليف ديالها والكدوب والرهوط والتخنان وكملتها وجملتها طلبات العفو بطريقة مشيه هديك الصحفيين اللي مصفتهم المتهمة اللي كيطالبوا قالك سعيدة شرف على انها تنازل للمتهمة دونيا باطمة على الشيكاية اللي ديرابيها وتسامحيه وياها وان الله غفور ورحيم واللي هاد الصحفيين ما عارفينش بان المتهمة دونيا باطمة كيتبع لهاد الصحفيين اللي جايين وكيحلفوا مموت يقولوا لسيدة تنازلي على الشيكاية وسعيدة شرف ما دير الشيكاية مباشرة بالمتهمة دونيا باطمة ما دير الشيكاية مباشرة دير الشيكاية بحساب حمزة وكيحلفوا وكيحلفوا غنقولوها بالشينوية بالشينوية غنقولوها لان سعيدة شرف رقالتها اليوم خلال دول صحفية ديالها انا كنت شاكية بيها والله لقيتوني انا شاكية بيها يتنمشين تنازليها اليوم قبل غدا لدرجة انها ما بغيهاش تمشي للحبس بالرغم من الجرائم اللي دات فيه فحق سعيدة شرف وسعيدة شرف والله ما بغيه لها الشر والله ما بغيه لها الحبس ما بغيهاش لها الحبس وما بغيهاش لها الشر فقد بغت حقها راخداتهم النهار تبتت الإيدانة ديال هاد الربعة كاملة ديال هاد الفرقة كلها والقانون المغربي اللي تبتت فحقهم على انهم مطورتين على خلفية حساب حمزة مو بيبي سعيدة شرف مديرها الشيكاية مباشرة بالمغنية وقاعوا تشكي بهذا المغنية بشيكاية مباشرة ومن حقها من حقها السيدة تشكي شيكاية مباشرة قاعوا لنفتارد لنفتارد قاعوا انت بتو قاع احنا الكلام ديال المتهمة الدنيا باطمة انها على صوابك تقول الحقيقة وانا سعيدة شرف شكية بيها بشيكاية مباشرة بالاسم والناسبية ومن حق السيدة تدير شيكاية بيك ايه والسخف الله العظيم وهي قاعدات شيكاية بيك وحققه معك المتهمة انت واختك ولقاوك على انك ما تبتاش عليك هاد الجريمة اللي دارتها للسقطة فيك سعيدة شرف لشنو غدخر جبارة اديكسا غدخر جبارة او غتولي من حقك انك التبعي سعيدة شرف ولكن اتشيكو لما منوالو سيدة مشكاتش بيك مباشرة سيدة شكية بالحساب والفرقة الوطنية من خلال الخبرة على الهواتف لقاوك انك توفروا على القين السري والمدباس القضاء مكيكدبش واش غنطيقو كنتون كدبون مع حكيم رميمكنش ولا وكرزوا معنا شوية كنزوا معنا شوية روسكم سيدة انا دا كان طاغية كان طاغية وكتقول طير طير ولا نطير واش نسيتوا الخارجات ديال هاد المتهمة دون يا باطمة وانها كتقول عباد الله غنشدكم ونحرقكم كاملين مكرتش نديركم في بيت واحد ونشعل فيكم العافية واش نسيتوا على انها كتطلع وكتتكلم بكلام مستفيز وكتدفل على المتابعين اللي هما المغاربة على شكون طلعك النار الأول من غير الشعب المغريبي شكون صوت عليك وشكون دار عشرة درام في تليفون وصوت عليك بشكون انتي صوت مغريبي شكون بشي المغاربة المغاربة اللي تجبرتي عليهم شكون لساندك من غير الفنانات المغريبيات اللي سابقين كل ميدان وشجعوك وبرتجاوك وساندوك وصوت عليك بديتي بيهم من الأولين بيهم بش بديتي شوهتيهم ما خليتي فيهم هي ملا منقي خيارو حسبي الله ونعم الوكيل والناس اللي متضامنين عباد الله واش انتي ما ما كتشوفوش بعينيكم وانا ما تشوتوش في الحساب دكشي علاش دكشي علاش الصحافة الباليدة اللي مصيفطاهم المتامدون يا باطمند والصحفية دياليوم هاجمين على سعيدة شرف وتيقولوا لي علاش علاش اللي ما تسامحيش علاش خاص كنتي اللي كبيرة بعقرة تمشي الطلبي من أسمحها وزوينا هادي الله يلا زوينا هادي زوينا هادي السيدة مشوها في الحساب وما خليوش فيها ومشوها عبر منابر إعلامية وما خليوش نعتوها بالبقرة نعتوها بالكلام الخاسر وضربوها في الوطنية ديالا قالوا عليها انفصالية اه والدرجة أنه مبغاش تسارطلي معنى السيدة أنا الصحراويات يقولوا لا السرغينية أنا بغيت غير نعرف هذي كلمة ديال السرغينية النقطة هذي اللي مبغاش تدخليها راسي والله العظيم كيفاش السيدة مغربية وتكون صحراوياتكن طانجاويتكن شلحتكن عربياتكن من المكان تركها تبقى مغربية واش انتو ما كتفرقون بين الصحراويين كيفاش انتي سرغينية اولي لما لهم سرغناش ديرين شنو ديرين سرغنوا لما ش مغربة سرغنى زمرة كتطيحوا من أمني كتقولوا لسرغينية ها كتسزقوا منه ولا كتطيحوا من مستوى ولا شنو أنا مفهمتش كي صحراويات كي صرغينية كي شلحا كي مراكشية كي رباطية كي فاسية كي طانجاوية كلنا مغربة كلنا مغربة وكلنا سواسية أمام القانون الخرجة دي هاد سعيدة شرف اليوم كتهضر في الواقع كتهضر بدلائل بحوججه ببراهين وبإثباتاته بدلائل عباد الله على أن السيدة متورطة على خلفية حساب حمزة مون بيبي على خلفية حساب حمزة مون بيبي اللي بغيت هاد سعيدة شرف على أنها تنازل على حقها وأنها تمشي وتطلب تطلب المسامحة وتطلب هي العتدار لهات المتهمة دون يا باطم اللي تتهمت بمشكل بجرائم اللي تهمهم بها القاضاء المغربي واللي حكم عليها بعمل دي الحبس المحكمة اللي حكمت ب8 شهور والمحكمة دي السينة في اللي زات 4 شهور وكملات عام دي الحبس ماشي سعيدة شرف اللي كتعطي الأحكام ماشي سعيدة شرف اللي كتعطي الأحكام سعيدة شرف هي مواطنة كجميع المواطنيين لمغاربة ولي بزاف دي الناس اللي تشوفوا في الحساب دي الحمزة مون بيبي وممشاوش مساكن طالبوا بحقهم ممشاوش واخافوا من المزيد لأن هذي حساب حمزة مون بيبي ورا ما تسدش وعباد الله ما تسدش كيسدوه كيحلوه كيسدوه كيحلوه ها لدرجة أن هذي الحساب دي الحمزة مون بيبي خارج غير هذي يومين كيتحدى كيتحدى المغاربة وكيتحدى تلقانون عباد الله وتييقول لك بأنه بغيتوا تصيفطو الناس هاكاك الحبس ويدوزو الحبس هاكاك ولكن هذ اللي كيسير هذي الحساب دي الحمزة مون بيبي را ما عمركم ما غتعرفوش كونه هو ما عمركم غتعرفوش كونه هو غيبقى لغز ومين غتمشيدون يا باطم الحبس هذي الحساب غيت تسد فمرة للا غخليوه علش غتسدوه ولا ما غيبقوش عندكم دواسة ها لأن صاحبات الضواصة المقيحين غتكون داخل القطبان ها هويلي ما يمكنش هوا مادم أنه هذي الحساب دا كيتحدى المخزن وكيتحدى دول على قد وكيتحدى مغاربة ها هوا منين غد يدخل هذي المتهمة الدوز العقوبة الحبسية ديالا في السجن علش هذي الحساب غتسدوه للا خليوه خليوه وروا هذيك ساعات الضواصة المقيحين لأن صاحبات الضواصة المقيحين اللي كتقولها هي المشهورة بد الكلمة هذي غتكون داخل أصوار السجن ووريونا هذيك ساعات الضواصة المقيحين باش نعرفوا على أنها مسكينة مضلومة مع العلم وبشهادة العالم على أنك ما مضلوماش وما معدي عليك تشي واحد بالعكس أنت اللي تعديت الحدود ديالك وضلمتي نفسك أنت اللي ضلمتي راسك بالأسلوب ديالك المنحط وبالكلام ديالك الموصخ وبالسانك اللي طويل وبشهادة الخالجيين اللي انت كتضربين لهم مئة ألف حساب وحساب راهم ديرينو لك فسطل ولي جي طل حسب القول ديال ريدة والتشينوية راهم ديرينو لك فسطل ولي جي طل ما مسامحينك شعلا القلبان اللي درت يالهم موست بلادهم واللي يويل ذك التليفون اللي خليتيه في البحرين وكن طاح بين يدين العادلة والله العظيم اللي تمشو فيها جينايات تكوين عصابة إجرامية ولي هذك هو التليفون اللي شادون مترتر على المغنية دون يا باطمة وتيهددها وتيقول لها أنا لحد الساعة بقي ما تكلمتش أنا لحد الساعة بقي ما دويتش بقي سد فمي ما تكلمت على الكلاب الخيبة ولا بزوينة لأنه كان إتباتات ودلائل في ذاك التليفون اللي خلاته في الخالج ولي راجلها راجلها هذك لم ترتر ما غي قدش يدويك ما غي قدش يعطي ذاك التليفون للقانون ما غي قدش هذك التليفون ويوري فضيحة المغنية المتهمة من قبال القانون المغريبي لأنها متهمة على خلفية حساب حمزة مون بيبي ومتورطة هذش غادك شوية اللي يلقوا عندها في التليفون ديالي واخدها وفي باقي أفراد العصابة وحكموا عليها بالحبس أما كنت أحفيد العدالة ذاك التليفون اللي عند لم ترتر تهددها لأنه ما زال سدف ومو ما زال ساكت والله العظيم إلا كانوا غيمشوا فيها بتكوين عصابة إجرامية وغيمشوا فيها جينايات ها ولكن أنا ما غي قدش يدليبها للسلطات وما قد يخرج ولا كلمة من ذاك التليفون واش عرفته علاش لأنه تاهو ورا معها في القضية ما يمكنش واحد الزوج اللي تزوج بواحد المرأة في ضرف واحد سنة ولا سنتين وناضة دارة واحد الحساب هي وخدها وهو ما عندوش علاقة به وما عندوش ديراية بهذا الحساب اللي تفتح وما عارفش أشنو طاري وأشنو جاري ما يمكنش على الأقل عارف ورا كي لمحلي على هذا الشي كي لمحلي وتي يقول لا أنت آخر واحد يتكلم وآخر واحد يدير هالدموع التمسيح وآخر واحد يقول على أنه تضلم واك 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 العادة إلا غير هاد الشي هذا اللي جيتو نسقتو الكلام مع بعضياتو والتعابير ديال الوجه ديال المترتر غاتعرفوا على أن المتهمة دنيا باطمة من طرف القانون المغريبي مطورطها من رأسة الرجلية ويا ويدك تليفون كل طاح عند المخزن في المغريب كنت غاتمشي فيها على الأقل عده وحد لخمس سنين على الأقل لأنه رأي نشوفيها ناس رأي ناس تضمروا ناس تشتوا ناس تبتزوا ما غايقدش هو علاش ما غايقدش لأنه رأي كينين ضحايا يا أخوالجا ضحايا في الخليج واللي هو ملحب تتعاك يعيشوا في الخليج وآرى أن المترتزع ما غاد ينضيف ضح أم بناته ويقول لها الدلائل والبرائن والإثباتات ديال بالصح داك شي ديال بصح أما داك شي دا اللي تحكمت به رأي شي شوية رأخذ رفق طعام أما داك شي نمتخطخ لمسجي إخواني أخا وترى هو اللي تتنف ولي كين في البحرين ولي لا خرج هو هاد شي رأي كون مسخوت الوالدين ولي غايش بدع لراسه نحلو غاي ولي متابح تفل خالي جوا فين غاي علق ديك الساعة فين غاي هرب فين غاي يمشي ما عندوش فين اللي ما غاي سكوت غاي سكوت وغاي ها الددع غاب بناتو هم اللي كيقولها غنحيد لك الحضانة وغنجيب بناتي عندي للخليج هم غنحيد لك الحضانة من بعد ما غتدخلي للحبس هاو آخوتي تنوبهم يفارقهم كيم مادارتي يدي تودي كيف مادار المونا هم حيدو لولادها هواوية حيدو لصيدة ولادة هاي قدي ديرها لها كيم مادار الاخر غايدير لها دي كيف مادارتي يدي تودي وانتي غتخلصي لطيرتي اللمرة ووليداتها شدتي على ووليداتها وكتستنز ها啊 ويدي تقول تقول ما قلتوا فيه وما خلتوا فين حطيتوا لها وتمشي هي برجيلاتها تقول لها قطعت الرئيس سمحي لي سمحي لي قطعت الرئيس آراص الحربة سمحي لي وشوية لابس وشي شوية لابس اللي المتهمة ما قادراش تطلب العتدر وما كرهات التعتذر ولكن را ديك العجرافة ديك العجرافة ودك التكبر وديك الانانية اللي فيها ما قداش مصيفة عباد الله مصيفة الناس اللي كيلعبوه اللي محنة ديها سعيدة شرف وتيقلو لها تنازلي وسامحي للسيدة ولكن كون كان بيديها التنازل كونت نازلات را سعيدة شرف ورا ما بغات هاش تمشي للحبس را كتقول لك هي كتبقى ام كتبقى ام وانا ما نبغياش مشي للحبس ولكن انا ما درتش بها شيكاية بالاسمية ديها لا درتش يكاية بالحساب واللي يمشوا بزاف ديها الناس وتجيتها لا ديك وما تفيش للحبس وعباد الله واش هادو كل يمشوا للحبس وخلوا وليداتهم من وراهم على ظاهر ما خلاش وليداته اه ما خلاش ترين قوم يستديل لولاد موراهم مشى للحبس علش ما تضامنتوش معاه وليا قلتوا اذاك راجل اه نبشي والقلامور ما خلتش بنيتها مورا يكاية حتى هي متورطة اه تهيامت وارطة في نفس التهم لتحكمات بيهم المغنية وتحكمات بيهم خطاع علش ما تضامنتوش معه قلامور انها ما تشيش للحبس و تديروا علادي القربالة علش ما بكيتوش معه قلامور بكيتو غمعها هاتي غمعها هاتي ليتبكيو معاها هاتي لي عدا الاولاد والاخرى ما عنداش لولاد عشيهازما خلتو موباكي يبكيو عليه واتمر غدوب باب الحبس يا ولا استخفو الله العلم عظيم تتضمنوا له المحضر ودمарт يا تصيبه يا ولا استخفو الله العلم عظيم كنت اتضمنوا معا شي وشي ينعلبوا الكلب يا ولا تضمنة وربي مسامح كاريم وكتقول للصيدة أربيوتي يبغي المسامحة عدشتي ما تسامحيش علش ما طلبتوش المسامحة المتامين اللي يدخلوا للحفز هل يدخل بعام هل يبعام ونص هل يبعامين ها ولا كين تمييز كين تمييز ياوي لسخفو الله لأن هذه مخوتيات شيرة ما تيدخلش للرأس الكدوب راح بالو قصيرا لفن أنا سعيدة شرف برافو عليك وعلى الندوة الصحفية اللي دازت بامتياز وصلت فيها كل الحقائق بالدلائل والبراهين وبإتباتات الندوة الصحفية كاملة كانت بوطائق وبمنطوق الحكم بمنطوق الحكم وليست هناك شكاية مباشرة من طرف سعيدة شرف في حق المتامة دنيا باطمة والمتامة بتسام باطمة ما كيناش شكاية بالاسم شكاية بالحساب ومنين تبت تورط فلان وفرتلان وعلان جابوهم بالاسم والناسب ودارت في حقهم المتابعة وتحاكموا طبقا للقانون اللي داكشي للقاوة في حساب حمزة موبي بالناسب كيتواصلوا مع الحساب كيهضروا مع الحساب كيشوهوا الناس في الحساب القاوة دي زوديو القاوة دي كونفرساسيون يعني الناس موتا هامين اتشعاش وكيكا خوتي اللي لقاوه في تليفوناتهم التليفون لم تختخلي في دكشي دكشي الطقيل دكشي الوازن را وعد لم ترترخ خوتي تيدي اللابي اللي بتيزاز من البحرين اه؟ واش حسابكم اللي لقاوين على ودنينا؟ واش حسابكم راحنا يا كناكلوا تبنوا نفسا را عدنا القرون اه؟ را الناس اللي عاشوا هاد الجرائيم مع حساب حمزة موبي بي انا داك من 2012 والحساب مفتوح اه؟ حتى ال2019 عباد الله يعني المسيرة الفنية ديالتك كاملة وتي فاتحة حسابك تشوي فيهم عباد الله اه؟ وادخلتي لميدا الفني بقدامك سخان اه؟ داخلة بعجاجتك عاجيتي وحطيتي وتستابيليزيتي وتستاسيونيتي اه؟ ويلي ويلي وقالت لهم اه جو نوريكم اه جو نوريكم خنزتيها في الوسط الفني داخلة بعجاجتك بش جاية بش ضيرة اه ويلي اه؟ هاللي طلقتها هاللي فرقتها هاللي شتتي اه؟ اه عباد الله كلهو بش بلاتو كلهو بش دارت فيه خوتي عافكم بغيت نوضحوا واحد النقطة اللي يجازيكم بخير ليسبقلي وشرط ليه في بداية الفيديو غنعود نتكلم فيها لان الربعة طلم كالخين ما بغاوش يفهمو ما بغاوش يفهمو بانو هاد الحساب ديالحمزة مو بيبي كانو كيسيرو شلو شوية ديال عباد الله ترين قومي الساق فرق عباد الله ويحمد الله لانهم ما دارتش ليهم تكوين عصابة اجرامية لانو التلفولي فيه التخت ديال التخاتيخ رابقى في البحرين عدل مترتر اخواني اخواتي هاجمين المطبينين والمزغريتين على المغنية خاصنا ولا بود نوضحوا نعودوا نوضحوا نعودوا نوضحوا اخوتي هاد النقطة لانو رافعلا وصل السيلو الزبع لحد قولها هي نيتس اه؟ اللي كيقولوا على انو سعيدة شرفك تقول بانا المغنية هي مولاة الحساب ارا ما قلناش لاكس اه؟ المغنية واختها وباقي الشيلة كاملين كانوا كيسيروا حساب حمزة مون بيبي اه؟ اللي تيقولوا لا كيفاش غديتتواصل مع راسها كيفاش غديتتواصل مع راسها من هي مولاة الحساب اه؟ اه؟ وايدا هنا ارا الحساب ماشي ديالها غانمشيوا معاكم بالخوشي راح نقلناها وعودنا وغنعودوها وغنعودوها الاخر نقطة على ان هاد الحساب كانوا كيسيروه بزاف ديال ناس بزاف ديال ناس منهم اللي تحكم وما كان بغيوش نجبدو الأسامي ديالهم لانو صافيرا اخدوا العقاب ديالهم اخدوا الجزاء ديالهم ما كينش لاش نبقوا كل مرة كنفيقوهم بهاد الجرائم اللي دارو اللي دار الدنب كيستهل العقوبة وهاد الناس راخدوا العقوبة ديالهم كلها مشا كيعيش حياتون صال ماضي اه واخوتي هاد الحساب كانوا كيسيروه بزاف ديال ناس عباد الله يعني هاد الكود المدباس القين السيري كان عند كل واحد فيهم المدباس كل واحد عنده المدباس لدرجة ان بعض المتهمين كين فيهم صحفيين اللي كان كيبغيشوه شي صحفي كيدخل كيدخل داك الصحفي اللي هو متهم في القضية متهم في حساب كيدخل كيشوه واحد صحفي اه اللي عنده شي مشكي كانت كينة عارضة الازياء اللي هي عيشة عيش واللي كانت فيما كيكون عنده شي مشكي معي شي واحد في الخاليج عارضة ولا شي حد ولا شي جارة شي صحبة شي مغنية شي وحدة شرط نعدل حويج كيدخل الحساب وكيدشوه فيدك السيدة اه المغنية دون يا باطمة فيما كانت كتكون عنده شي مشكي معاشي فنانة معاشي مشهور معاشي اعلامية جبداتها بطريقة مشي اديك تكلمت عليها بشي حويجة مشومادك معاشي بواشية كتدخل الحساب وكتشوه فيه فلانا وفرط اللانا فهمتو أخوتي يعني كل واحد كيدخل كيدير شوية كل واحد فيما كيستهدف شي شخص كيحل الحساب كيدير المدباس وكيدخل وكي يشوه فيه ذاك الشخص اللي تستهدف هم هاش غاديتواصل المغنية مع الصاحب الحساب وغايتتكلمو على سعيدة شرف وعلى الراجل دياله وكيفاش كيعيش في أمريكا وشنو الخدمة دياله هم هنا أخوتي سيمو بالباشير هو اللي كان حال الحساب في ذاك لوقيتها هم هو اللي عايش في المريكان هم فين عايش الزوج ديال سعيدة شرف يعني أخوتي هنا منين هو طح على معلومات هاد سيمو بالباشير على راجل سعيدة شرف خاصه يدخل ويشوه في الحساب يعني رأس وتوصل بمعلومات على راجل سعيدة شرف فهنا خاصه يقول المعلومات اللي توصل بها الأخيرة اللي المغنية دون يا باطمة واللي هي متهمة حتى نطيسمو بالباشير اللي يواصلنك المعلومات لأنك تعيش حدا راجل سعيدة شرف هم ودخل لحساب باش أنه يشوه راجل ديال سعيدة شرف خاصه ولا بود ديد لي بالمعلومات قبل أنه ما يشوه السيدة وما يشوه راجل ها خاصه يتواصل مع المغنية هم راشنو الجديد اللي توصلت به كيف محته هي كتتواصل بجديد وكتتواصل مع حساب أخر ها فهمتو ولا ما فهمتوش أخوتي تقدر تواصل مثلا تبغيت شوه شي شخصية غدخل لحساب ديال حمزة مو بيبي وغدتواصل مثلا مع السيمو بالباشير ولا غدتواصل مع عيش عيش ولا تقدر تواصل حتى مع أختها لأنه في ديك الوقيت ما كانتش كتعيش هي في المغرب كانت مستقرة في البحرين يعني اللي كيستهدف شي شخص كيدخل لها من أطراف العصابة فهمتو أخوتي كيفاش دير القضية كل واحد فيهم كيمتالك القين السري كل واحد فيهم عندون موض باس ديال الحساب ها فهمتو أخوتي ولا ما فهمتوش فهمنين غايب غايب تشوه هدك الشخص ها من حساب حمزة مو بيبي فديك الساعة ما غايب تعرفش شكونا هو اللي داخل الحساب معروف غير حمزة مو بيبي هدك وهو مرة مع بعضياتهم شعرف شي شكونا يشاد ديك الساعة في ها ديك اللي وقيت الحساب عارفين مع بعضياتهم ورا عباد الله را كاريتا ورا مجريمين ورا عباد الله رفلتوا مننا في تكوين عصابة إجرامية رفلتوا مننا والله العظيم رفلتوا مننا ولكن ما فلتهم غادك تليفوا لعد لم ترتر إخواني أخوتي باش ديوت بقوا طعنزين وتضحكوا على عباد الله وتوهموا الناس لأن المتهمة بارئة را ما بارئاش وبشهادة القانون المغربي اللي تبت في حقها الإيدانة وتبت في حق أي واحد في ذاك الحساب الإيدانة كيفاش عارفت يا العباد الله مشاو الحبس وجيت تلي يوم ما تمشيش للحبس مم عناش ما تمشيش للحبس يواكي ثم ما مشى الفارق كامل الحبس تاي خاص تمشي للحبس وإلا غيكون تمييز بالمواطنين را ما يمكنش را كل شي دار الجرم كل شي خاصه ياخد الجزاء دياله وخاص كل شي ياخد العقاب دياله وحتدك سيمو بالباشر اللي هربان في المريكان تا هو النار را غيحط رجليه في المغرب تا هو را غيمشي ياخد الجزاء دياله وعندكم ما تضامنوش معاه عندكم ما توقفوش معاه اه وتقولو مسيكين صافي سامحو واش نسامحو واش يدخل الحبس وذيك الساعة مني كانوا غايدخلو الشي لأخر الحبس كنتو توقفو حسكا كيف مواكفين دابا حسكا وطلبو لهم العفو وطلبو لهم الباراء وطلبو لهم استعتاف وتقولوا الناس عفاكم سامحو ليهم ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة